بداية تراجعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات الخميس متأثرة بمخاوف حدوث ركود نواشيك في الولايات المتحدة وتحضيرات من منظمة أوبك بشأن مخاطر تحيط بالطلب على النفط ثبتت أوبك تقدير نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 عند 2.3 مليون برميل يوميا دون تغيير عن تقييم شهر الماضي في حين رفعت توقعات طلب الصين على النفط وعند التسوية تراجعت العقود الآجلة لخام برانت القياسي تسليم شهر جوان بنسبة 1.4% عند 86 دولارا للبرميل كما انخفض سعر خام نايماكس الأمريكي تسليم ماي بنسبة 1.3% ليسجل 82 دولارا للبرميل